أكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية للمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تفخر بريادتها الناجحة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وبالخطوات التي اتخذتها لمواكبة أهداف التنمية المستدامة عشرين ثلاثين وأوضح معالي حرص الحكومة على ربط برنامجها بأهداف التنمية المستدامة والتي تأتي منسجمة مع المساعي المبذولة لضمان استمرار عجلة التنمية ودعم كافة الجهود والمبادرات الدولية التي تخدم تحقيق الأهداف التنموية في العالم جاء ذلك لدى تفضل معالي برعاية الحفلة الذي نظمته صحيفة البلاد للإعلان عن الشركة الفائزة بجائزة درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية لشركات 2022 بحضور معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة الوزراء والسفراء ومثلي السلطة التشريعية وقطاع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني وأعرب معالي الشيخ خالد بن عبدالله عن تقديره لصحيفة البلاد واللجنة العليا للجائزة على مبادرتها التي تعكس الدورة الاجتماعية بارز للقطاع الخاص في دعم جهود التنمية في المملكة والمساهمة في رفع مستوى الوعي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات ولفت معالي إلى أن المسؤولية الاجتماعية باتت تمثل عنصراً أساسياً ضمن نشاط الشركات التي تستهدف تحقيق معايير الاستدامة وأن هذا المفهوم بارز كالتزام أخلاقي يحمل الشركات مسؤوليتها تجاه البيئة والمجتمع عبر رعاية الاحتياجات الاجتماعية بما يعود بالنفع على عمل المنظومة الاقتصادية من جانبه أكد السيد عبدالنبي الشعلاء رئيس مجلس إدارة شركة دار البلاد للصحافة والنشر أن تخصيص هذه الجائزة جاء إيماناً برسالة ودور وسائل الإعلام في خدمة قضايا المجتمع وانطلاقاً من الإحساس بمسؤوليتها تجاه دعم خطط وبرامج الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة هذا وجر خلال الحفل الإعلان عن الشركة الفائزة بالجائزة ويشركة الخليج للصناعات البتروكوموية جيبك حيث تفضل معالي بتسليم ممثلي الشركة درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات برعاية سامية من لدن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه نظم الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين احتفالية بمناسبة يوم العمال العالمي بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيس الاتحاد والذكرى العشرين لإصدار قانون النقابات العمالية هذا وأكد سعدت سيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل على ما اتحققته المنظمات النقابية في مملكة البحرين من منجزات كبيرة خلال عشر سنوات من العمل النقابي المستقل عشر سنوات من العمل الدؤوب ودعم القضايا والدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال يحتفي بها الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ليتوج من خلالها كافة الجهود التي قام بها على مدار السنوات الماضية هذا اليوم الحقيقة تكريم العمل تكريم السواعد الجادة التي ساهمت في بناء الوطن أكثر من 200 عامل من المجدين والرواد الأعمال تم تكريمهم اليوم وبحرص وتأييد من الحكومة الرشيدة التي تعتبر الأيدي العاملة الوطنية خير مقومات بناء هذا الوطن فالحقيقة احتفال تم رعاية من أعلى مستويات تقديرا للأيدي العاملة الوطنية في مدة زمنية قياسية نجح الاتحاد الحر في تحقيق العديد من الإنجازات على المستويين العربي والدولي ولعل أبرزها النقلة النوعية للعمل النقابي في البحرين ليصبح بذلك ممثلا رسميا لعمال البحرين في مختلف القطاعات يتولى الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم الاتحاد الجديد اللي قام وحقق إنجازات كثيرة خلال هذه الفترة اكتسب مثل ما نقول شهرة عمالية واسعة داخل البحرين وخارج البحرين اليوم قاعدين نحتفل بالعمال اللي عطوا قد ما يقدرون في حياتهم من أجل أنهم يقومون برفعة الوطن طبعا اليوم نحتفل بمناسبتين عزيزتين على قلوبنا المناسبة الأولى مرور عشر سنوات على تأسيس الاتحاد الحر نقابات عمال البحرين والمناسبة الثانية العزيزة هي أصدار قانون النقابات العمالية بمملكة البحرين طبعا هذا القانون صار لعشرين سنة وعندنا حرية تشكيل النقابات في المنشآت بالقطاع الخاص يأتي العام العاشر لتأسيس الاتحاد الحر وقد تجاوزت النقابات المنظوية تحت مضلته العشرين نقابة مؤكدة نجاحها في دعم العمالة من مختلفين نواحي خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين